السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلت عليكم الفصل وقلتلكوا اختاروا اكتر لعبة بتحبوها كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، ولا الكرة الطيرة كل واحد فيكو طلع ورقة من معاه وكتب اسم اللعبة اللي بيحبها وفي الاخر جمعنا كل الورق ده وعملنا به الجدول ده وعلشان نعرف ايه اكتر لعبة انتو بتحبوها لازم نعرف كل لعبة في دول اخدت كام صوت من اصواتكم هنقرأ لعبة لعبة وكل لعبة هنعمل عليها علامة قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس هنجي الاول لعبة كرة القدم ونجي عندها ونعمل علامة بس العلامة بتاعة القدم المرة دي هي العلامة الخمسة والعلامة الخمسة ما بتتكتبش زي بقية العلامات لا احنا بنعملها بالشكل ده ليه بقى دي كده اسمها حزمة والحزمة فيها خمسة ارباع عادي والخمسة بتقفل عليهم تعالى نكمل اليد علامة قدم علامة سلة علامة قدم علامة سلة علامة بس العلامة هنا هي العلامة الخمسة فهتقفل الحزمة قدم سلة يد يد قدم تمام كده طيب طيرة قدم وهنا القدم رقم خمسة فنهأفلها قدم قدم سلة يد وهنا اليد الخمسة فنهأفل الحزمة سلة يد قدم سلة قدم وهنا برضو العلامة الخمسة هأفل الحزمة طيرة قدم سلة وانه هنا العلامة الخمسة هأفل الحزمة قدم سلة يد سلة سلة يد قدم قدم طيرة قدم وهنا العلامة الخمسة سلة يد سلة هأفل الحزمة بيها يد هأفل الحزمة بيها سلة وبكده يبقى خلصنا العلامات تعالى بقى نعد كل لعبة اختارها كام طالب كرة القدم دي كده 5 و 15 و 15 و 25 يبقى احنا كده 20 طالب طب السلة 5 10 15 16 اليد 5 10 طب والطيرة 4 ماكملوش حتى حزن تعالى نعدهم كده كلهم كام 20 و 16 36 و 10 46 و 4 50 طالب وبالشكل ده نقدر نتأكد ان اكتر لعبة مفضلة في الفصل هي كرة القدم يبقى لما يقولك من اساليب جمع البيانات اول طريقة استخدمناها عشان نجمع البيانات ان احنا عدينا وسجلنا اسمها العد والتسجيل وممكن تيجي باسم تاني زي استطلاع الرأي او الاستبيان الطريقة الثالثة اللي هنجمع بيها البيانات هي الطريقة اللي هنستخدمها لما اسألك ايه هو اكتر ايام الاسبوع الحالي ارتفاعا في درجة الحرارة فاحنا هنستنى لقينا السبت درجة الحرارة فيه 20 يوم الحد كانت درجة الحرارة 25 يوم الاتنين 23 التلات 22 الاربع 24 الخميس 21 والجمع 24 جبنا الدرجات جي منين استخدمنا الترمومتر المئوي عشان نقييس درجة حرارة الجو ومن الواضح ان اكتر ايام الاسبوع حرارة هو يوم الحد واحنا قدرنا نجمع المعلومة دي عشان استخدمنا ادوات القياس وهم دول التلات اساليب اللي نقدر بيهم نعمل تجميع للبيانات لو جاء لك العلامات دي تعبر عن التكرار ايه هتعدهم والله الحزمة كاملة خمسة ستة سبعة طيب التعبير عن العدد 17 من خلال العلامات التكرارية تعال كده نعمل 17 علامة واح اتنين تلاتة اربعة خمسة افلنا الحزمة ستة سبعة تمانية تسع عشر افلنا الحزمة حداشر اتناشر تلاتاشر ربعتاشر خمستاشر افلنا الحزمة ستاشر سبعتاشر لوحدهم وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقي فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته